سيدي تابعتم مجريات مناقشة وعرض مخطعة من الحكومة الأسبوع الماضي أيضا المسادقة عليه أهم النقاط وأهم المشاريع التي تضمنها ربما في الشق الأول وعلى غرار ما تبعنا في هذا التقرير الحكومة اليوم تبادل إلى إعادة فتح عدة مصانع ومؤسسات كانت قد أغلقت لأسباب اقتصادية مالية جمع أولا هذه الخطوة تأتي كما ذكر الوزير الأول إلى خلق مناصب شور وإنعاف الاقتصاد الوطني والتخلي تدريجيا أيضا على الاستيراد المواد التي يمكن أن ينتجها محليا هذه الخطوة هل هي ممكنة حاليا في ظل الظرف الاقتصادية الحالي بسم الله الرحمن الرحيم شوف أولا سؤالك فيه عدة أسئلة تحت سؤال لأنه سؤالك هو سؤال اقتصادي ليشتمل عدة عناصر لكن الشيء اللي رح نقوله لك أولا بدقة على سؤالك هل يمكن أولا الموضوع هذا ولا هذا العملية ليست عملية لحظية تنطلق في نقطة بل هي عملية تحتاج إلى مراحل ردي على السؤال مرحش نقول هل يمكن يجب أن يكون إذن هذا العملية اللي يجب أن يكونوا ما عندناش فيها خيار التقليل من الاستيراد ولا النظر الاستراتيجي للإستيراد حبيت أن أسميها النظر اللي نقوله التقليل من الاستيراد أو كلام نقضي بحث اللي ممكن من خليناش نشوفهم لها لما نقوله استراتيجية الاستيراد يعني لازم لي مواد أولية باش نصنع إذن برك تكون استراتيجية ونرجع لهذا الكلمة لأنه مهمة جدا في محور في برنامج في برنامج الحكومة النقطة الثانية يجب أن ننتج من نقشوهاش نقطة الثالثة أنه عمليات الإنتاج ترتكز على عقارات وهذه العقارات اللي سميناها عقارات صناعية ومبدن عدولها هذه العقارات الصناعية يجب أن يخطط لها بطريقة استراتيجية النقطة الرابعة اللي تمشي مباشرة أنه يد عاملة وفرد جزائري يدخل في هذا الديناميكية عليش ذكرت هذا وكان نقاط أخرى لكن ذكرت الأساسية الركيزة الأساسية لأنه في رأيك خبير باش نخرج من هذا الضائرة وننطلق إلى دائرة أعلى منها وذا وشي للمستوا البارح ويسمحون النواب ويسمحون الوزراء ورئيس الأول لكن ممكن نقدموا نظرة نظن أنه المستوى للتلعب لا ما فقنا له بمعنى أنه يجب أن نتفق على مثاق اقتصادي في حدود الدنيا ما زيدوش نقشوها حدود الدنيا اللي ما لازمش ترفع فيها الأياد ولا تهبط لأن الجزائر راه في مصار لو كان ما نخذوش هذا الحدود الدنيا اللي معروفة علميا ومشترطة ومستوجبة علينا اقتصاديا كما يقولوا باللغة العامية رح ندخله في الجدار وبالتالي الحد الأدنى هذا نظن لم يناقش البارح وفي رأيك خبير لا يجب أن يناقش هذا إذا لازم يكون من بعد شيء والله يصدقني في كل شيء اللي طرحه الوزير الأول في برنامجه شديت محور واحد يكفيني يكفيني كبرنامج الوزير الأول تكلم عن المجالات المختلفة تكلم على الطاقة تكلم على الفلاحة تكلم على الشركات المتوسطة تكلم على السياحة لكن قال أمر مهم اللي لم يطرح في النقاش وهذا الأمر رهو مطروح عدة سنوات أنا كخبير صافي عندي سنوات ونتكلم عليه والدولة حاولت سوى السابقة والدولة الحكومات السابقة حاولت تطرق له لكن الموضوع يحتاج أولا إلى خبرة قوية وكفاءات كبيرة تكلم سيد الوزير الأول وهذا ردا ويسامحوني النواب اللي يقول لك مكاش جدول الزمني عندنا جدول الزمني ونقول لك وره جدول الزمني ونعطيك المدة لأنه المخطط استراتيجية والجدول الزمني هذا استراتيجية الوزير الأول تكلم على تحيين المخطط الوطني لتهيت الأقلي قوة هذا المخطط وإن الله هي أنه قانون قوة هذا المخطط وإن الله هي عنده مدة زمنية بقتلنا فيه تسع سنين قانون بقتلنا فيه تسع سنين كل شيء تقال وأدري جاء سواء من نظره للشركات ولا من نظره السياحية يجب أن يدخل تحت إطار هذا المخطط كل شيء تكلم نتكلم فيه فيما يخص الجهات ولا فيما يخص الولايات ولا فيما يخص البلديات يدخل تحت إطار هذا المخطط نروح الآن أنه عملية الاستراد وعملية التصدير التصدير عندنا سوق إفريقية ما لازمش نجون تناقشوا فيها كان أمور سياسية رمي كما يقولوا يريقليو فيها أهل الاختصاص حتى باش يكون المجال الاقتصادي الإفريقي مفتوح مثل ليبيا وغيرها من الدول الأخرى الإفريقية واللي هي تسمح للشركات الجزائرية بأن تفتح رؤوس أموال بأن تحقق أرباح ولا تحقق رقم أعمال وبأن تقوي كفاءتها وتصبح مصدرة ومنتجة نعم ربما أستسمحك للحظة أستاذ مشاهدين الأعزاء نتوقف عند فاصل إشهري ولا نعود قاشنا مع ضيفي عبد الرحمن بن يمين خبير في العقار والنهندسة المالية أستاذ أيضا من أهم النقاط التي ركز عليها الوزير الأول خلال رده على أسئلة أنواب في مناقشة عرض مخطط عمل الحكومة استرجاع العقار الصناعي الذي يعتبر إشكالية طرحت في العديد من الحكومات المتعاقبة وفشلت في استرجاع العقاري الذي استفاد منه مستثمرون وهميون أو بزنسة لو صح التعبير والمستثمر الحقيقي ظل يكابد الإجراءات البيروقراتية على مسؤول بنوك أو على مسؤول المؤسسات المعنية بمنحة العقار الصناعي الحقيقي في رأيكم اليوم ما هي الأليات التي يجب أن توضع بصرامة حتى يستفيد المستثمر الحقيقي من العقار ويسترجع العقار المنهوب إن صح التعبير شكرا شوف أولا قبل أن رحل الآليات برك مقدمة بسيطة كان عقار وكان مستثمر سيدي الوزير الأول تكلم عن المستثمر الحقيقي ورح نفتح قوس من بعد في من هو المستثمر الحقيقي وش معناها الاستثمر الحقيقي النقطة اللي أحب نتكلم عليها مستثمر وعقار كي ناس صح جاء تستثمر بش مرحش للناس اللي نهبوا هذاك أنا في رأيي رح يكون الاستثناء احتوي لو كان بقوة استثناء مشي في أنه العقارات المنهوبة لا لا رانا نعارا نساكنين في تزير ونعرفه لكن مشي هو اللي نهندس به اقتصادي واللي نهندس به الهندس العقارية واللي نهندس به الاقتصاد المنتج إذن كان مستثمرين بدات عقارات وكي ما حاولت باش تقلع في الاستثمار تحها ما قدرتش هذا النقطة علشاني نذكرها وذكرتها من قبل في قنوات أخرى باش نكونوا موضوعيين في طرح الخريطة أنه يجب أن نعالج لأنه لما نجي مستثمر وتبقى نفس العوائق يسمراني نحوز فيه من نحصلها كما نقوله رغم أنه لنهب نهب لدي عقار دعقار يعود يرجعوا لي خلصوه له نرجع إذن المستثمر الحقيقي يجب أن نعرفه بدقة بالدقة بالتفصيل الممل بمرحلة مرحلة ما هي هذا العوائق ولازم هذا العوائق من ريحوش نتكلموا عليها يجب أن ترفع نهائيا لأني عندي هدف أن ندير عقار صناعي منتج كان فئة ثانية هي ناس الدات عقارات لكن غير كفأة باش تستثمر بمعنى عدم الكفاءة في الاستثمار فيه أنصرين الأنصر الأول أنه الإنسان يروح يطلب يدير دراسة جدوى يعني مايش قوية جدا يقدمها للبنك من بعد بلك ما يعطولوش القرض بلك يعطولو القرض ينطلق في جزء من العقار يبني جزء ما يكملش جزء يعني فوضى الأولى لما يمشي الفوضى كيفاش نعرفوه احنا في العقار لما الإنسان يجي يبني عقار باش يدير مصنع لكن تليمو يطول في العقار ينسى بليجا يدير مصنع هاي الكارثة لما تشوف الواحد يطول في العقار لأن العقار آدات للتصنيع وللإنتاج إذن هذا الناس لما اضيع واتيه في مشروعها هذا ضعف في دراسات الجدوى وهذه نقولها ومعروفة عند كل الجزائريين وعند كل أهل البنوك دراسات الجدوى ضعيفة تتحط فيها أرقام غير حقيقية ليس من باب التزوير ولا أتهم أحد أرقام حقيقية لأنه ولفنا نديرها دراسات الجدوى تتحط مع البنك البنك يحوس على الضمانات تتاعه والبنك شركة شركة تجارية يعني تجي تدخل الربح سواء كانت عمومية أو غيرها لكن لما يعرف الوسط يحوس الضمانات تتاعه لهذا البنوك أنا لا أدافع على البنوك لكن تبحث على الضمانات لأنه آلية دراسة الجدوى ضعيفة إذن باش نرجع لكلمة المستثمر الحقيقي هي مهمة جدا من هو المستثمر الحقيقي لي يرفع يده يقول أنا مستثمر اللي عنده أموال وهل اللي عنده أموال فان برابر ولا اللي يعرف عنده هندسة مالية كيفاش يرفع رؤوس الأموال المستثمر الحقيقي هو اللي يدخل في الخريطة العقارية الجزائرية ويدرنا مصنع في المكان المستوجب والمنتوج المطلوب هذا هو المستثمر الحقيقي في النقطة الأولى النقطة الثانية أنه تكون عنده الكفاءات التسييرية للمشروع النقطة الثالثة التمويل وحد يقول لي خليت التمويل آخر نقطة التمويل آخر نقطة لأنه قوة المشروع أي ضمان أي مشروع مرضوديتو لما مشروعك يكون فيه مرضودية وما يكونش غدوة عندك مشكل في الستركتور فينانسيار معناها عندك ركب خير لما تجي التمويل البارح شوف في البرنامج ولكنت درسته مقبل يعني استمعت برك البارح لبعض البرلمانيين ولعرض رئيس الوزير الأول لما تجي المشروع تبحث على التمويل لكل الناس تطرح التمويل شوف التمويل تأخذ دول أكبر مستدين بالصح يعرفي ربح مال التمويل عندنا البنوك في البنوك عندنا ميزة جديدة البنوك الإسلامية نعم وراني نقولها وأهل الصيرفة الإسلامية والصناعة المالية الإسلامية يعرفوها على بلتبلي الصيرفة الإسلامية في أصلها مخدومة للاستثمار العقاري لأنه الاستثمار العقاري يمشي على المدى الطويل وصناعة الصيرفة الإسلامية هي صناعة ربحية على المدى الطويل ليس صناعة قال أعطيني 5% ودي القر رغم أنه بلتكين لس ما مشفاقين هذا الصناعة المالية وأهل البنوك وأهل التخصص اللي عندهم يوميات وما كنت ممكن يشرحوا أكثر إذن التمويل الإسلامي مخدوم مخدوم أصلا للهندسة العقارية هندسة المالية الإسلامية معمولة تتجانس وبالتالي قوة كبيرة النقطة الثانية نأمل وكلنا نأمل لأنه بك للجزائريين يقولك ياود يفتح لي بنك بدون ري بنحط مالي هذا الكلمة هذه لو كانت تترسخ ميدانيا رح نديره أمر لموجود في كل الدول سليبارن للدخار وش معناها للدخار تحط مالك ونحط مالي أنا مستثمر وانت مستثمر إذن البنك عنده مال القروض وش هي هي أرقام تخرج في جداول والبنوك والمالوي دور لكن لما أنت مالك تخبيه في البيت وانا مالي نخبيه في البيت مال موازي ونخبيه في والمال الموازي ومن بعد تروح للبنك تقول مكاش قروض هذه فيما يخص القروض البنكية لكن تحفيزات ربما في هذه النقطة تحفيزات من أجل استقطاب هذه الكتلة المالية المتواجدة في البيوت أو في السوق الموازي عجزت أيضا الحكومات المتعاكبة لتحقيقها يعني طيقة المواطن في البنك أو في المنظومة البنكية والصيرفة لا تجد طريق للوصول ولا تحقيق على أرض الواقع هذا السؤال في الحقيقة موش من تخصصي لكن لا ولا غير ما عليش ما عليش نرد لك في جزئية على هذا السؤال أولا المحافزات التي ذركت المحاولات التي تقامت قبل البنوك الإسلامية البنوك الإسلامية مبدأها عند المواطن العقيد أنه أني رايح البنك ويسامحوني أهل البنوك التقليدية لكن هذا الواقع أني رايح عند البنك ما فيه شريبة وبنك فيه ربا ولكل قناعته وهذا موش موضوعنا إذن لما نروح لما نتحكم للقناعة بأنني رايح في بنك غير رباوي احتمالا نحط نحط مالي أولا محفوظ ونحفظ كاين في البنوك وممكن ممكن أستفيد ممكن تجيني أفكار ندير مشاريع وكاين كاين أمور أمور كثيرة كاين سوكوك وكاين أمور كثيرة المهم أنه الأمر هذا اللي تقام فيما يخص التحفيزات تقام قبل البنوك الإسلامية نقطة ثانية في التمويل مهمة جدا كنت في لقاء أو لا لقاء أين على مستوى بلطوهات وتكلمنا بالتوازي مع مدير مدير البورصة البورصة هذه باش تتحرك لازم يجوها شركات وهذه الشركات كنت تروح دوك الآن الشركات وأرباب العمل والمقاولين ما راحش ما راح يجيك حتى واحد وأهل الدولة على بالهم بهذا لأنه أولا الناس محبطة ومحبطة لكن لو كانت تندير استراتيجية وكان خبراء يرافقوا الشركات في هذا لو كانت تندير استراتيجية لمجموعة شركات ونديروس كونابل بروجيت بيلوت لكن هذه الشركات مش يتقول لهم رواح البورصة لا 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 قال الجزائر عن طريق الصفقات الأمومية تدير مشاريع للهندسة الهيكلية التحتية يعني مشاريع كبرى وتتمدل هذه الشركات إذن هذه الشركات راح تحطط مشاريع نعطيها أولوية أحدث أمر في الصفقات العمومية ندير رابطة بين البورصة ونخلق سوق لأنه السوق أصلا يكون على شكل تحفيز ربما سلمة وعندك وعندك بروجيت واحد قال لي بصح في أوروبا وفي أمريكا ما يندرش هكذا قلت له يا حبيبي هذا الصلاة والبورصة سوف يكون عندهم سنوات نحن رئيس المدير البورصة روي السنة أن الشركات تتجي وره المشكلة وره الشيء اللي سيتحرك اقتصاديا والهندسة المالية القوية اللي تتم برفع رؤوس الأموال هو أنه هذا الشركة على بالو بليد بروجي على بالو بليد بروجي تحفل خمس سنين بقيمة مالية كذا تندير له دراسة لأنه مش شركة تجي دخلها هكذا لبورصة لازم تندير يوناناليس فنانسيار يونياتيو تندير دراسة هذا الشركة ما هي المخاطر تحفل لما تدخل للبورصة لكن لما تكون عندها الضمانات ضمان السوق ضمان الصفقة العمومية ضمان المشروع تختار هذا المشاريع تدخل للبورصة لما ترفع الأموال هذه البورصة تحركت البورصة لما تتحرك رح يجوها اللي من بعد صحيح لكن إذا تركت هذه الشركة وتحيط لنا كشركة ومتلك الشركة يعني نجاوب أنا أدوك الوزير الأول ما نروحش علش ما نروحش يعني داخل واحدة نبقى الوزير إذن أسأة أصلا نتبحث عن الريب نرجع لك للعقار الصناعي شوف استرجاع العقارات نقطة مهمة جدا الوزير الأول ذكر عدد 3876 هكتار والله نقسمتها إلى نسب 37 منها متنازل عليها معنا خلاصة ومالكها صاحب ما مالكها 63% رحي فيها متياز إذن هذا النقطة هذه نعالجوها صح لكن هذه العقارات يجب أن تضبط تضبط في خريطة عقارية وفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتحدد مراكز تقل الاستثمار مش أي واحد درك لأنه بين الأخطاء اللي اندارت أي واحد يطلب لي عقار نعطيه له عقار متهي لكن المخطط الوطني اللي هو مقنن وملزم به كل الهيئات الوزارية والولائية والوطنية لم يطبق ولم يحترم نرجع لهذا القانون بحب من وزير الأول طلب تحيينه وهو يحين كل خمس سنوات وهذا العقارات لما تتحط نعرف هذا النسبة موقعها من الخريطة حقيقيا نعم هو كذلك ربما سيدي أستسمحك فاصل إشهري ولنا عوت وشاهدين أهلا بكم من جديد نواصلوا نقاشنا مع ضيفي في شقه الأخير أستاذ عبد الرحمن من يميناء ربما الوزير أيضا أكد على شق آخر وهو استعادة ثقة المواطن استعادة ثقة المستطمر وهذا يأتي بمحاربة العديد من الضوار على غير البيروقراطية والتهرب ضريبي والعديد من الممارسات التي شابت المشهد الاقتصادي في الجزائر مناخ الاستثمارات وأطرت عليه بشكل مباشر في رأيكم هذه أيضا الممارسات كيف ستكون بماذا بالتحدي من أجل قضاء عليها مستقبل شوف نجيل الضريبة وتهرب الضريبي الضريبة الضريبة إلى يومنا هذا فننظر فيها كعنصر واحد من المالية وهي رافض من روافض الهندسة المالية لا يمكن أن نقول عندك ضريبة 30% بدون في الحالة التي رأنا فيها باش نمطلقوه لا يمكن أن نقول عندك ضريبة 30% ولا 19% بدون ما نحطها في إطارها الهندسة المالية شعل عندي ضريبة شعل عندي جمرك شعل عندي ضريبة على الموارد البشرية إذن نظن نظن حان الوقت أنه نديره هندسة مالية التي تعطي تعطي في نهاية المطاف الرياحية للمستثمر بمعنى أنه ما يقعد يشوف غير في الضريبة راح يشوف كما يداروا الضريبة الوحدوية هذه يشوف في النظرة الكلية قال شوية ضريبة شوية كاسنوس شوية كناس شعل آلافين خرج فيها لما يشوف لهذه النسبة مرتاح فيها ممكن يصير معك لكن لما نغذ البصر على كل العناصر الأخرى والركز لغير على الضريبة رغم الضريبة مهمة للخزينة الجزائرية هنا المشكلة ممكن الخزينة تربح مال عن طريق الضريبة لكن الإنتاج ما يكونش والاقتصاد ما يكونش هل تمويل اللي نحبين نجيبوه ما الضريبة هو جزء أو لا أول لكل هو جزء لكن التحريك الاقتصادي رح يكون من تحقيق ربح الأعمال الجمرة كل شيء يكون مربوط أنا نظن الشيء اللي غايب نتكلموا بزاف عن المراقبة لكن الشيء اللي غايب هي مراقبة بناء الجزائر إلى نظرنا وحينا مليح المخطط الوطني تهيئة الإقليم وتحدد مراك استقل لاستثمارات وشيء اللي نتكلمه أو فيه واقع برك الوقت ما يسمحش ممكن نفصله فيه في أي وقت ومع أين كان إذن تحدد مراكز استقل عندنا ثروات منجمية تحدد بالضبط عندنا كثر لكن قال نحدد هذه نحدد غرج بيلات نحدد الفوسفات تضبط هذه لما تضبط تضبط فيها الشركات سواء كانت دولية أو جزائرية ومن بعد هذه الشركات نتبحها ونسهل لها نظرة كلية للضريبة والجمركة وللموارد البشرية هذه اللي نقصد بها المراقبة المراقبة مشي لما يجيك صاحب الضريبة يقول لك حصل الضريبة تأكو مع لبليش بك لا تغلق ولا ما تغلقش إلما خرجناش من هالنظرة تخلص الضريبة مع لبليش بك لا تغلق ولا ما تغلقش ما راحش نديره اقتصاد نقطة أخيرة سمحتني أخي الكريم الآن الشركات راي في وضعية حارجة ماليا وبالتالي يجب هندسة ماليا للضريبة للجمركة لكل هذا العناصر كيفاش تعطي تعطي بعد توفير المشاريع عن طريق الصفقات العمومية تعطي لهذه الشركات وقت وجدول بش يبدأ يدفع لأنه الآن ما عندوش وش يدفع وبالتالي لازم لازم تهندس له معلومة أخيرة ممكن ممكن تفيد الآن احنا كخبير مع اتحاد ارباب العمل والمقاولين حاكمين واحدة اللي رأنا في هيئة أو ثلطة عناصر مهمة جداً هذا النقطة في هيئة تصير مع المسار تعالى البرنامج الحالي في هيئة استشارية ديبلوماسية الاقتصادية نتصله بسفرات ونقترح وشكين في الجزائر وكيفاش ينعش الاقتصاد والاتحاد اتحاد الارباب العمل اللي على رأسه سيد محمد يزيد ملياني وحييه من هذا المنبر النظرة وين راهي هل الاقتصاد الديبلوماسي احنا ننطلق منه من واقع ميداني من شركات جزائرية ننطلق الديبلوماسية عن طريق الصفرات وبدأنا في تنقلاتنا وننتهو ببروتوكول ليخرج بمشاريع يقدم لهذه الشركات وبعد تنسق مع شركات عمومية ولا غيرها لكن يدخل برنامج عملي وهذا البرنامج ماذا بينا ترافقه هندسة مالية ضريبية جمركية وغيرها من الرسوم اللي يجب أن تدفع باش تنطلق هذه الشركات ونفس المبدأ بالنسبة للبرصة واضح جدا أستاذ عبد الرحمن بن يمين خبير في العقار والهندسة المالية أشكرك جزيلا شكر إن شاء الله تكون لدينا فرص أخرى لتفصيل أكثر في هذه النقاط